وعلى همشي مشاركة سعادتي في الكونغرس العالمي للإعلام 2024 التقى سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ضبي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي الحامد رئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلال اللقاء أشهد سعادة وزير الإعلام بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تشهد نموا وتطورا مستمرا في شتى المجالات بفضل الرعاية الكريمة التي تلقاها من قيادتي البلدين الشقيقين حفظهم الله ورعاهما وأشهد سعادة الوزير بالمستوى التنظيمي الرفيع للكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثالثة منوها بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة هذا الحدث المهم وما يتضمنه من جلسات نقاشية وورش عمل ثرية تسهم في تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي كما جرى خلال لقاء استعراض مستوى التعاون الإعلامي المتميز بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تطويره نحو أفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة من جانبه أشهد رئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالمستوى المتقدم الذي واصل إليه لإعلام البحريني وما يشهده من تطور نوعي في مختلف قطاعاته مثمنا مشاركة سعادة وزير الإعلام في فعاليات الكونغرس مؤكدا الحرصة على مواصلة التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر